مساء الخير لكم جميع المشاهدين في هذا الفضاء الذي يسبق مواجهة الجزائر وأغندا والجزائر الجولة الخامسة من تصفية المؤهلة لكاس أمم أفريقيا 2024 هناك في كوديفور والتي تأهلت إليها الجزائر سلفا في الجولة السابقة طبعا فيما يبحث منتخب أغندا عن الفوز ولا غيره طبعا للبقاء في سباق التأهل على الأقل في المركز الثاني هناك في جابوما الكاميرونية تختارتها أغندا للعب أمام الجزائر والمنتخب بطبعة تبدو جديدة للناخب الوطني يبحث عن وجه جديد للفوز وأيضا الإقناع بأسماء جديدة سيتابعها الجمهور الجزائري مساء الخير كامل مراد مساء الخير مرحبا سعيد بتواجدي معك المدرب وأيضا أستاذ ممن أيد قاسي مساء الخير مساء الخير حكيم مساء الخير للحضور وكذلك لجماهير سعيد بكم وبالمشاهدين الكرام للحديث قبل ساعة عن هذه المواجهة لنعطيكم تفاصيلها والحديث عن التشكيلة الأساسية كيف سيلعب جمال بالماضي في هذه المواجهة وماذا يبحث عن في هذه المواجهة قبل مواجهة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل هناك في ملعب 19 ماي بيعنابة أمام منتخب تونس أيضا مباراة مهمة بعد يومين من الآن الحديث إذن عن هذه المواجهة لابد أن نعرف كيف هي الأجواء هناك بعد قليل مع زمينا كما المهوي ولكن دعوني أتابع كيف كانت الحصة التدريبية الأخيرة أو الأولى والأخيرة للمنتخب هناك في ملعب جابومة في مدينة دولا دولا الكاميرونية التي لنا ذكريات فزنة فيها ولكن ذكريات سيئة بالنسبة للكاميرونة التي لم نتأهل فيها إلى الدورة الثانية وما تابعها من أمور سيئة بالنسبة للمنتخب أقول سيئة ولكن على مستوى النتائج هل ستكون الانطلاق من لحظة تعثرنا من مكان الذي تعثرنا فيه هذا ما نبحث عنه ويبحث فيه جمال بالماضي في هذه المواجهة أمام أوغاندا طيب هذه الحصة التدريبية بالنسبة للمنتخب وجمال بالماضي كانت له تصريحات في البداية حول أهمية الفوز وأن الكرة في أفريقيا تغيرت كثيرا يتحدث عن المنتخبات الأفريقية التي فشلت في يوم أمس في المباراة الأخيرة الجبال يتحدث عن المراباة الأخيرة من المستوى العالي وخاصة 3-0 في الزامبية ونحن هناك كل ذات فيفا وانه لا يعمل كان المنطقة في اليوم هذا هو هذا هو الناس يجب أن تكون وقتاً ويجب أن يكون حقاً ويجب أن يكون ويجب أن يكون تقوم بحاجة طيب هذا الحديث عن المباريات اللي بدأت صعيبة في إفريقيا قبل أن أفصل في هذا الموضوع أفضل أن أذهب إلى جابومة كيف هي الأجواء هناك شكرا للزملاء طيب لذهبوا إلى جابومة هذه الصور مباشرة مباشرة خاصة حصرية الاعتبار بأن مفدنا إلى هناك الزميلين كمال مهوي وحمزة رشد هذا هي الأجواء جمهور مكاش مو منوى كمال مرد جمهور ولا الجماهير الكاميرونية ما فيش الجماهير الأغاندية مكاش وبالتالي مباراة تلعب بدون ضغط ما رأيكم نعم والله هذا يثير التساؤلات على خيار غندر لهذه المدينة ولهذا الملعب بالذات الظل أن غندر ربما عنده ما يخسر ربما لكونسية وهي يعني اللي يعطاوله هذا الكونسية يعني 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 بلعاني يعني باشي قولوا لهم ظال هالجزائر عند هذه كرية سيئة في جابومة ويخافوا من تلك المدينة والملعب سيئ ولا أدري ماذا ولكن ما تشوف الجواء كما هذا يعني أكثر من مباراة بدون أهمية بالنسبة للكاميريون يعني اليوم فريق الأغاندية هو من سيكون يعني يعني يمعاق بالنسبة للدعم الجماهيري لو اختار نعم ظن أنه هكذا أفكر لا أدري لماذا اختاروا هذا الملعب ربما ما تعرفش تعرف أن الظروف الأخيرة والعلاقات الإيجابية لبين الجزائر والكاميرون رياضية نتحدث ما تبعها طبعا استقبال نائيته واستقبال مميز طبعا هي لخلات اليوم ضربة قوية في هذه المواجهة لأغاندا كمان ما تشوش أنه الأجواء كلها مناسبة أنت تلعب أمام مدرجات شاغرة في أرضية قال لك تحسنت بشكل كبير اجتهات كبير على مستوى الأرضية يعني كل الظروف مواتية لتحقيق النقاط الثالثة ولا غير نقاط الثالثة يعني يجب تحقيق النقاط الثالثة والعودة بالزات كاملة ألا تمارس ضغطا رهيبا من البداية أنا لا أمارس ضغطا رهيبا ولكن يجب إحرز نقاط الثالثة الجزائر المستوى الجزائر المستوى أعلى بكثير من هذه الفقهية تحقيق النقاط الثالثة وكذلك للاعب الجدد لإبرس قدرته وإثبات أن خيار الناخب كان صائب في استدعائهم للمتخب الوطني ممتاز مدم ذهبت بنا إلى أن الجزائر هي الجزائر وأنه من المفروض تفوز على أغاندا أنا أذهب إلى مومن ما يقوله لا ينطبق ربما على أرض الواقع يقول لك جمال بالماضي بأن الأمور تغيرت في إثريقيا ترى بأنكو ديفور تنهزم السينيغال واحد واحد في البنين هذا المغرب الذي رابع العالم مثل ما يقال ولكنه الآن ينهزم هناك في جنوب إفريقيا يتعادل أمام الرأس الأخدر وبالتالي الأمور تغيرت لم يصبح هناك منتخبا كبيرا وسغيرا حكيم بكل صراحة اليوم في مباراة واحدة كل شيء ممكن صحيح أن تكلمنا الكثير من المرات على ضرورة سلسلة إيجابية بدون هزام لماذا؟ لتعطيك الثقة تعطيك تأكيد المكاسب للدينار ولكن لما أنت تمارس ضغط سلبي بضرورة وضرورة وضرورة ولعبنا أو لازم نروح لا أخي حكيم لما تكون كل الأجواء جيدة ويكون كل مرأة الفريق الوطني أنا أقول لك حكيم نروح نديره كاسي فريقيا مليحة في الكامرون وأنت أهل القطر حينما نقول لش الماضي لأننا نحن بدأنا عهد جديد بدأنا عهد جديد ببعناني بحجام بشيبي والجماعة دعني أسبقكم وأعطي لي المشاهدين الكرام وشكرا للزملاء هنا كميما بعطي تلفزيون نار وأيضا لزملاء هنا ليعطيكم التشكيلات الأساسية الخاصة أيضا الذي سيلعب بها المنتخب الجزائري مندريا في حراسة المرمى لصيف بالعيد أو لصيف بالعيد بن سبعيني حجام شيتا أساسي أيضا بالقبلة عبداللي بوعناني محيوس وعمورة دعني أعيدوا وهذه هي تشكيلات الأساسية متغيرة تماما بالنسبة لمندريا في حراسة المرمى لصيف وحجام على جهتي اليسرى بالعيد مع بن سبعيني في المحور شيتا كمتوسط ميدان دفاعي بالقبلة عبداللي بوعناني محيوس كقلبهجوم وعمورة كل الأسماء متغيرة للناخب الوطني في مباراة ما رأيك يا موما يبدو بأنه هل هي جرأة من ناخب أم أن المباراة ليس فيها أي ضغط أدخلوا جهة وكذلك اختيار العشب الطبيعي شبناها في كاسة إفريقية كنت يعني لها بس لما تشوفها في التلفزيون ولا تكون في الملعب ولكن اللعبين اللي يلعبوا فوقها واقع الميدان شاء واقع الميدان أرضية الأرضية حكيم تصعب لك في اختيار يعني حتى الحذاء الخاص بك في هذه المباراة حكيم فيها نعم 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 نحن لا نتحجج أن هذه هي إفريقية كما قلتك مرات نحن رأينا في الأفريق لازم تأقلم بالعودة لديه إضافة فقط بالعودة إلى التغييرات قبل التغييرات لم تقنع بكلامك بأنه نحن في فترة نهاية موسم وبالتالي المنتخبات كلها تلهزم لا أتحدث عن كل منتخبات تحدث عن اللاعبين الذين ينشطون في كبار الأندية الأوروبية والذين شاركوا بصفة استمراء مع نواديهم خاصة مثلا الدوري الإنجليزي دوري جد شديد فيها حمولات كثيرة التدريبات الشاقة المنافسة قوية هناك بوكسينج داي الدوري الإيطالي اللاعبين الذين يشاركوا في كبرى الدوريات كبار الأندية لديهم ضغط راهيب حاليا هم فقط الباريحة فقط أنهى والموسم اللي يدخلون في فترة راحة وأنت تأتي بها وتقول لديك مباراة في إفريقيا الدافع 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 يخفض لذلك الناخب أدرى كما حدث الباريحة واستفاد واستفاد من هذا لذلك أقحم لعب جدد لعب لعب لديهم الدافع الدافع الجانب السيكولوجي هو الجانب ضد مهم هذا الشق الأول هو مدرب ودي استراتيجيات هذه استراتيجية الشق الثاني إذا لديه استراتيجية حاليا في هذه المقابلة في هذه المباراة فقط لعلك قبل ذلك قلت لأنه لا يبدو بأنه لا يكون استراتيجية قلت لم نرى استراتيجية من جانب تكوين المتاخب ولكن في مباراة اليوم استراتيجيته ماذا كان استراتيجي لكل مباراة استراتيجية لكل شوط استراتيجية لكل فيديرالية استراتيجية استراتيجية اليوم ماذا كانت هو أقحم لعب جدد الدافع لديها مرتفع أنت لا يمكن أن تأتي بمحرز التي توجه بالدوري الأوروبي وتأتي إلى أغندا مباراة شكلية فمن جانب النقاط وتقول له أعطيني 100% من قدراتك هذا شيء مستحيل لذلك أتى بلاعب من مثل محيوس التي شارك في حافظ دوري أسامة شيطا وأراد أولا أن أعطاهم الفرصة لا نعطي الفرصة لأننا لا نعطي هدايا في قرد القدم لا يوجد كعكة في قرد القدم يأتي بك في ظروف جد صعبة وأنت تبرز مكانتك لا نعطي كعكة لا تنسى هنا اتحاد العاصمة خرج من كأس إفريقيا فاز بها في أدغان إفريقيا لم يفوز بها في أوروبا إذن يستحقون التواجد وعليهم إبراز هذا الاستحقاق أن يؤكدوا أن التقة الناخب كانت صحيحة وأن خياره كان صحيح قراءتك في تشكيلة الأساسية موما بالنسبة للمنتخب أراب باستثناء ماندريا وابن سبعيني فقط من ربما أو حجان في المباراة الأخيرة من يلعبون في تشكيلة الأساسية باستثناء ذلك بوعناني لعبة كذلك المباراة الأخيرة نعم مقارنة بالتشكيلة الأساسي للمنتخب في تغييرات كثيرة أرى تغييرات كثيرة كثيرة ونظننا اليوم جمال بالماضي أمن فرصة كبيرة فرصة كبيرة لكي يعطي الفرصة لعبين كبوعنا لك حجام حجام لم يلعب في أدغالي فيقيا حكيم لم يلعب عبدالي عبدالي لعب ممتاز في وسط الميدان يجب أن تعطى له الفرصة هكذا في أول مرة ما فيش ضغط جماهيري لا يوجد ضغط كبير الفريق متأهل اللعبين يعني يعيشون أجواء عائلية كما شفنا حكيم في سيدي موسى لما احتفلوا بتتويجات الأوروبية وتتويج اجتحاد العاصمة يعني هذه هي الفرصة لترني اللاعب يروح يبين قدراته نعطيك واحد نعطيك بالقبلة شحنا عنده مجلش المنتخب الوطني حكيم أو عنده مدة مجلش المنتخب الوطني نعطيك اللاعب بوعناني اللي راح يكون عنده فرصة كبيرة اليوم أنا أريد أن أرى عوار في الشوطة الثاني حسب المعلومات كذلك أريد أن أرى حسام في هاته راح تكون عنده معلومات في الشوطة الأول يروح عند زملائه كيف أرضية الميدان راح يشوف المنافس كيف يلعب راح تكون عنده معلومات كبيرة راح تساعده إذا ادخلت الشوطة الثاني باش يبرز أحسن نعطيك الحارس المندريا بما كانش في المستوى ممنيجر في الممارضة الأولى صحيح كانت عنده أخطاء يعني أخطاء كثيرة وهدف يتحمل مسؤوليته بحوالي 70% نظن أن هنا فرصة أخرى لك يا مندرية لتثبت أنك تستطيع أن تحمي عرين الملتقب الوطني ولكن نحن التشكيل الأساسية تتعرفه وأنه عرفه والكل يعرفه جاليو منها كاين ليريس كاين قيطون كاين الجاليو صرح حجام وكاين كذلك أي عودة أي تنوري قد تكون توبة كذلك يلعب في الوسط يلعب كاين زروقي في الوسط كاين عوار في الوسط رياض الجاليو منها الشايبي حتى يقدر يلعب كصانع ألعاب وسط يعني في وسط الميدان وبنرح مع الجاليوسرى يعني في حلول الحمد لله حتى ولو ما تسيرش الأمور جيدا وهذا غير مستبعد في شرط الأول غير مستبعد كان يدخل العديد من الأسماع مثلا في مباراة الودية كان يركز على أنه تشكيلة الأساسية تبقى واضحة وقائمة منذ فترات تغيرت الأهداف بارك الله فيك تغيرت الأهداف يا حكيم نحن كنا نحدد الفريق قوي منسجل يركز على مكتسباته للعب كأس إفريقي 2023 وكأس العالم 2023 هكذا أقول لنا لا ما تأهل ناش قدر الله قعدنا 35 مباراة بدون نهزام ولكن كلفنا عدم تلاحم الجميع لهدف واحد كلفنا الغالي نقول يعني الانهزامات تبقى الانهزامات تبقى في كورة القدم واردة واردة طبيعية ولكن لما تشوف وشيصرة واليوم جمال بالماضي العقلية اللي جا بيها جديدة تشوف لعبين جدود تشوف اليوم كنت تعطيله العمورة أساسي مباشرة جمهور ما في جمهور ربما رح تكون عندهم مشاكل في الانسجار لأنه في الثلاث خطوط فيه تغييرات في الثلاث خطوط لو هذا أمام قمضة قدروا عوضوه كما قال كمرة اللعبين هم حبيني ولا روحهم هم حبين يعني 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 الدافع النفسي هكذا يعني بارك الله فيك قال هذي الله شو استعين بي مشكلة بارحنا وش شفنا شو نسيني قلت عادل في البنين لعب 40 أو 50 بالمئة من لعبين شفنا المغرب كذلك دفاعه مكتمل تقريبا بحضور زياشوا والمصيري يعني الأخطاء هذي علاه حتى هم ربما يفكرون في ضخ دماء جديدة شفنا لعبين جدد في وسط الميدان في الهجوم إلا في الدفاع مشفناش ولكن ربما هاي يفكر في ضخ دماء جديدة منتخب القوم التونسي كذلك خسارة غير منتظرة ولكن ليست مفاجأة الناس لازم تفهم يا أستاذ أن الجزائر أو المغرب أو مصر نحن بألا بري مصر في دمين جوان دمين في جوان دمين دو خسارة في إتيوبي كانوا قادرين يديم خسارة تاريخية معردون الخسارة معردون الخسارة ولكن يجب أن نركز على ماذا على الأجواء الإيجابية التي التي تدفع بالفريق إلى الوصول برقامات بتغيير أنا أعترض على نقطة واحدة وفقط اليوم أحيي الاستراتيجية التي تابعنا خب اليوم فقط إذا رأيت لعب أثبتوا فرصتهم أكمل وأشركهم في تشكيلة أساسية أنا أعترض على هذا إذا أشركت لعب في أغندا وأخذت به إلى أدغل إفريقيا وأثبت أن لدي مكانه وأدى مباراة جيدة وتركه المباراة القديمة حتى على حساب أسماء هناك استراتيجية لا تهمشه كليا ولا تهمش الأسماء الأخرى ولكن أعطيه الفرصة للمشاركة بصفة استمرارية مع المنتخب أنا مع هذا إذا أخذ مثلا إذا هناك لعب أثبت قدرته وأنه نادي المكان أعطيه فرصة أن يشارك باستمرار هذا فقط هذا يعني رئيفة طيب بالنسبة للتشهيلة الأساسية وذكركم مشاهدين حتى طبعا كانت تظهروا على الشاشة بالماندرية في حرصة المرمى ولوسيف حجان في الرواقين بالعيد مع بن سبعيني في محور الدفاع في الوسط شيتا ابتحاد العاصمة عبداللي وبالقبلة في الهجوم بوعناني عمورة في الرواقين أيضا في الهجوم وام محيوس كقلب هجوم حقيقي كيف سيلعب المنتخب في رأيك كمان كيف سيلعب المنتخب في هذه التشكيلات المنتخب بطبيعتها سيكون حاديرا الاسلامة في البداية والتركز مبارسة عن لعب السريع طريقة اللعب هل سيهاجم من البداية لا لا يمكن أن يهاجم من البداية سيكون حاديرا تركيز مباشر على اللعب مباشر والاعتماد على مهارة أمورة الهجومية أرى أن اللعب أمورة سيحدث الفارق فاته المباراة. مو من هل سيركز على وسط الميدان مثلها؟ أكيد حكيم وسط الميدان خاصة أن ربما نظن أنها تشكيلة اللعب المباشر هذه. تبان ليه اللعب مباشر؟ اللعب على محيوس ومبوان يدي في يخدم مع ابو عيناني وخاصة أن العمورة قد تكون 4-2-3-1 أو تشبه كذلك 4-4-2 تتغير التنشر بتواجد محيوس وعمورة الذين يجيدان اللعب يعني بتنين في الهجوم. نظل أنها كذلك تواجد ابو عيناني واللاعب عبدالي وبالقبلة الوسط الميدان رح يكون له دور كبير في الدوزين بالقبلة. يعني في الكورات التانية بالقبلة عبدالي وشيتا في إخراج الكورة نعرفه. شيتا يعرف يلعب أمام المدفعين. يعرف يلعب جيدا أمام اللعبينك في الوسط الدفاع مع اللعب اللعب معها في الاتحاد بالعيثة كذا. واللاعب هيثم. يعني رح تكون الكورة أكثر سهولة بالنسبة لإخراجها. أما فيما يخص استراتيجي تلعب نظن أنه سوف يعوّل على اللعب المباشر لأننا فيه كثير من اللعبين جدد عمرهم ما لعبوا بيناتهم. عندهم مش مباراة بيناتهم راح تعيق يعني الاستحواذ عملت الاستحواذ. وهذا كله متوقف بمستوى الذي سوف يخرج به اليوم. وقمضها حذاري حذاري حكيم ما نشوف هنا البارح كيفاش سجلوا إلى المغرب كيف سجلوا إلى تونس كيف سجلوا. يعني فيه أخطاء تخلي لك مباراة كاملة. يعنى اليوم يجب تركيز على يعني أقل أخطاء في المباراة. الجسئية يمن تصنع الفارق في 30 الامباراة. أكيد. في كرة القدم لئم أضحط الجسئية يمن تصنع الفارق. اللي يجب النتائج كبيع عريضة أو للجسئية يمن تصنع الفارق. يعني 1 صيف 2-3-2. يعني الجسئيات تلعب المباراة تلعب على الجسئيات. ولكن يجب أن يكون الدفاع حذيرا في مع مساندة وسط الميدان للدفاع والهجوم يعني وسط الميدان هي التي ستكون الحلقة الجد مهمة في آتي المباراة طيب وسنتحدث عن التسيق بين عددين من الأسماء مشاهدين سنتوقف عند فاصل بعد الفاصل نستكمل بقية النقاش إلى نامج قبل مباراة الأغندا والجزائر الجولة الخامسة من تصفية كاس أمم إفريقيا 2024 بكوديفوال جزائر تهالة سلفا وأغندا تبحث عن الفوز للتأهل في المركز الثاني مواجهة أيضا تهم المدرب الجزائري عادل عمروش الذي يدرب تانزانيا في الجولة الأخيرة سيلعبوا مع الجزائر وهو الذي كان قال بأنه سيفوز على الجزائر في الجولة الأخيرة مشاهدين متفوق هدف دون مقابل وبالتالي صراع نعم صراع لأتأهل أجدوا بك التحية كمان مرات ممن أيد قاسي خلوني نروح مباشرة الموقع الحدث مهم جدا إلى هناك نعطي للمشاهدي الكرام كيف هي الأجواء هناك وأرضية الميدان دخول اللعبين إلى أرضية الميدان قبل 28 دقيقة من بداية هذه المواجهة عملية تسخينت في البداية بين المنتخب الجزائري الذي يذكركم مشاهدين بتشكيلته الأساسية التي سيلعبوا بها موندريا لصيف بالعيد أو لصيف حجان في الرواقين بالعيد وابن سبعيني في محور الدفاع شيتا عبداللي وبالقبلة في وسط الميدان بوعناني عمر في الرواقين ونجد محيوس كقلب هجوم حقيقي هكذا نعم حكيم محيوس وقلب الهجوم يعني أنت تكلمت على عدل عمرو شو سجلوا الهدف دقيقة 69 الهدف الثاني لا الهدف الأول لتنزل الهدف الأول لتنزل لا نظن أنه صحيح التشكيلة ربما ميزا بار لعبيتها اتحاد العاصمة لمولفين يلعبوا بيناتهم كثير نظن أنه راح يكون فيه يعني أول مرة تشوف عبداللي بالقبلة في ثنائية مثلا صحيح راح يشوفوا في الدفاع بن سبعيني بالعيد أنا نظن أنه اليوم نقدرون توقفوا إلى بن سبعيني أصبح يعني لعب في منافسة في وسط الدفاع راح كريم وراح لوسطه هو في وسط الدفاع لأنه كان حلول كثيرة بحجام وأيضا بأيتنوري وحتى توبا توبا شفناه أنه بليزاليسكا ظاهر أي صرق في اللاكس لأنه توبا عنده دي لكن لأنه لاكس من سيرو الكوتي المير هذه معروفة أو ربما لعب تربى يلعب بتلت مدافعين يعني يلعب باكسيال قوش مع زوج لعبين الكثير الأخطاء لما يلعب في وسط الدفاع مع لعب واحد نظن أن اليوم ماذا يجب أن نقف؟ نقف على عبدالله كيف راح تكون يعني لا رياكسيون تاعه راح نقف على عمورة عنده مدة ما بداش مباراة كأساسي صحيح قد تكون لديه فرصة كبيرة اليوم أمام مدرجات شاغرة ليه لا لتوصيات المدرب لا لإثبات كما قال كمان قبل وبروز فوق أرضية الميدان وكذلك الناس اللي راي تقول التشكيلة وغير كلش يا أخي الكل كان يطالب بي يعطاء يا سبحان الله العظيم يعطاء فرصة للجدد قرار صائب يا أخي بارك الله فيك إذا ما تعطيش فرصة بالذات نهار كان يقولوا له بالماضي على ما دخلت عمورة ما يقدرش يدخل لك جوار عمرو ما لعب في ليكيب ناسيونال ما تصراش تصرى غير معامل تصرى معادي قرار جوار كيما ميكايل هوان تصرى معادي قرار جوار يعني قليل وانتصرى اليوم الظروف مواتية تأهل تلعب أمام صح منتخب يحوس باش يتأهل كيما لوغوندا ولكن خارج أرضية ميدانه وأمامه درجاتها يعني لابريسيون ما كاش الضغط اليوم اللعبين جدد اليوم راح نشوفوا المستوى التحر اللهم إمكانت الأرضية لا تسمح ذلك لا أعلم أنا نحب نشوف الأرضية حكيم كيفاش تمشي الكورة كيفاش تكون يعني التمريرات وكذلك لكن لا يجب أن ننسى أنك أمام شوط أول فقط بإمكاني إحدى التغيارة في الشوط الثاني ممكن جد إذا رأى أن لاعب أويتنا لم يتبيته ولم يقدموا الإضافة بإمكاني أن يغير إثنين أو ثلاثة إلى أربعة لاعبين أمامه هناك ممكن تشوف شوط مهمة جداً العديد لم يفهمها لدينا مباراة قادمة حكيم بعد يومين يعني أمامه منتخبت أمامك رايح لون دي جورك أح تلعب مع تونس ليه يلعب باليوم كما قال لي أخويا محمد يعني لما تلعب مباراة اليوم تلعب 60 دقيقة ما تلعب سمح لي أعلى أما تلعب أخي راح تجيب ويارش من الكامرون ما يبقى الكنار بشتري كبير يتلعب بالجمعة مع كون تونس ما تكشف النار ليوم سمح لي ليوم قسم التعداد في تفكير على المباراة القادمة حتى كما قال كامل ما يقدرش النعبين كائن النعبين كما حسام عوار لو كانت أرضية مية مية والمنافس يعني ما عندوش يعني الزمية الفوز يعني راح ربما يستعمل حسام الخشون زائدة حسام عوار هداوي نظافي روما أنا ما نقولش راح خالف ولا لا لا استمعه حتى يقول ولكن يفكر راح يشوف راح يعاين الأرضية راح يعاين لعبين لأغندا كيفش راح يلعبوا ولكن مؤمن أتظن أن الناخب ولكن مؤمن أتظن أن الناخب أخذ اللاعب بلاعب مثل المحلز إلى أغندا ولا يشيكوا ولو إلى 20 دقيقة لا قلت لك أسكوفة تكا مدرب هاللاعب اليوم تشاركوا 45 دقيقة ولا نص ساعة هاش كنت قدر تكل عليه مع تونس دون دوجول أنا كامدرب 30 دقيقة حتى بالنسبة اللاعب ستحوز فينا في سيادة تأخذ لاعب إلى أغندا ولا يشارك لا أنا أخونا من الجانب البدلي من الجانب الفيزيولوجي هاش كيف يقدر جوار اليوم يلعب لك 60 دقيقة ومعتون استقدر من الصعب مباراة جديدية كبيرة ما أهضر أنا أولا أنا أنا مع التغيير اليوم مع التغيير خيار الناخب كان صائب ثانيا مباراة تونس ستشهد ندية كبيرة ستشهد ندية كبيرة من مباراة جيران ثالثا أظن نحن أمام شوط أول فقط بإمكان الناخب إحداث أي تغيير في شوط ثاني حسب مجرأة لقاء مجرأة لقاء هي من ستحدد سنما تحدد تغييرات طيب إذن هذه الصور تأتيكم هناك من ملعب جابو ماين سيلعبه المنتخب الجزائري مع أوغندا مباراة رسمية في الجولة الخامسة من المجموعة السادسة تصفية كاس أمم أفريقيا 2024 بكوديووال جزايا تتصدر هذه المجموعة وتأهلت سلفا ب 12 نقطة والتنزانيا لفايزة الآن بهدف دون مقابل بمدرب الجزائري عادل عمروش وتقم عجالي هكذا وعاصمي محمد رضا وأيضا بعلي كمساعد تقم تدريب جزائري تنزانيا ب7 نقاط ثم بعد ذلك أغندا بأربع نقاط أغندا تهمها هذه المباراة للحق بتنزانيا الأقل في المركز الثاني وبالتالي حسم تأهل إلى الجولة الأخيرة الجزائر هي من ستحسمه من سيرافقها في الجولة الأخيرة الأخيرة على الاعتبار بأننا سنلعب هنا في الجزائر مع تنزانيا إن شاء الله الجولة الأخيرة إذن الترتيب الحالي لهذه المجموعة الجزائر ب12 نقطة والتنزانيا بفوزها لحد الآن نتيجة مؤقتة على النيجر بهدف دون مقابل ب7 نقاط وأغندا بأربع نقاط ثم بعد ذلك النيجر التي ليس لها أي هدف لحد الآن أو أي هدف هذه تصفية تقصية تماما من التأهل لكاس ومام أفريقيا لا تفوز حكيم لو النيجر تفوز بالخسارة أنا أتحدد نعم بخسارة خروج مباشرة لو تفوز يعني تصبح بخمس نقاط خمس نقاط وطنزانيا بربعة ولو تخسر صراع في الجولة الأخيرة صحيح مؤمن صحيح وبالتالي هذه المواجهة مهمة للمنتخب الأغندي والجزائر تبحث عن فوز بالإقناع مع جمال برماري يطرح مشكلة تنسيق في مثل هذه المباريات مع تشكيلة جديدة تماما بما أنك أمام مباراة شكلية من جانب المعناوي ولكن من جانب المادي النقاط ثلاثة مهمة جدا في كورت القدم تنسيق بين لعبين تنسيق إلى عبدالكبير في كورت القدم ولكن أمام اليوم تغيرت كورت القدم تواريخ الفيفا كل الفرق تغاني نفس المشكلة مشكلة تنسيق مشكلة تغير لعبين خرج العبين هل يطرح هذا المشكلة أنت عندك لعبين محترفين لأعلى مستوى يعني في مستوى عالي وطريقة لعبك تعطيها لهم كما كان هل التنسيقي يغلب على المستوى العالي بالنسبة لهؤلاء اللعبين التنسيق هنا تعوده بمستوى اللاعبين يعني لما تملك لعبين مستوىهم عالي يعني كما يقال باللغة الفرنسية تريكتيفي هذا تعود يعني تعود بمستوى اللاعبين يفهموا الخطط مباشرة بسهولة بسلاسة يعني ولكن يبقى مشكلة تنسيق عائق ولكن لكل يعني في إفريقيا يعني الفرق الإفريقية كلها تعاني نفسه من هذا الجانب صحيح لأن اللاعبين لا يتكونون محليا يعني كل الفرق يعني سواء تونسي المغربي نيجيريا غانا كل فرق إفريقيا ولكن في أوروبا هناك استراتيجيات مختلفة مثلا في إسبانيا اللاعبين يتكونون عندهم في الأكاديميات في المركز يعيشون يعني الفرق أندياتهم قوية مثلا تأتي بخمس لاعبين ستة من بارسا أربع من ريال وتصنع منتخب يعني الإنسيجام ولكن إفريقيا يعني كلها تعاني من جانب الإنسيجام منتخب إفريقيا إلا ربما المنتخبين وإثناء منتخب المصري أن اللاعبون يعني يشهف في فريق الحهل يعني ولكن كل منتخب إفريقيا هذا من يؤكد سيطارة المصريين على الساحة الإفريقية الساحة الإفريقية موما الذي من من اللاعبين الذي يتمير تركيز عيون في هذه المواجهة أراب القبل العائد من بعيد هل لو كان فيكتور لك حاضرا سيلعب بالأساس هل فيه قضية فيكتور لكحال قضية لا ولكن حكيم الناخب الوطني كان صرح فيكتور لكحال كان صرح جمال بالماضي بأنه جمال بالماضي صرح نعم وضع القائمة قبل أن يلعي يذهب إلى أم صلال اللاعب رد مباشرة الآن من يحدد مصيره لا رد عن سؤال الصحفي قال له هل أنت يعني انتظرت استدعاء منتق الناخب الوطني لتذهب نظن أن هذا الملف لم يسير بطريقة جيدة بكل صراحة من كل الجوانب دوك لاعب انتظرت له سقيت له على إمكانياته ليست أول مرة نشوف لاعب من الخليج يلعب في المنتقب الوطني كي نكون منصفين اوكي او جو دوي عندك لو شوان هاول نعطيك مثلا رك عودتوا بمن بشيتا يلعب وين في الدوري الجزائر ليس السعودي وليس الإماراتي وليس القطري والكل يتفق أن البطولات هذه من النوع يعني الإمكانيات والعمل والاسترجاع وأحسن منها بكثير صحية ولكن نظل أن الجمال بالماضي كمدرب قال ما كان في جعبته فيما يخص هذا الملف وهذا رد فيكتور ركحل كان يقصد به بالماضي هذه نقطة استفاد ولكن لماذا دائما ندخل في هذه المتاهات أقول لك الرجل لعب كل مباريات اللي هو عاظر ولعب قاع لما شتاعد لالكوب وانت على كوب دلالك لعبهم قاع كابيتان ديكيب أسكن ما يقدرش يصرع له شي طبيعي لو كان صح صار مشكل صدقني من الول يقول له رح تروح ويخرج ويقول لك هذا ما نسحقوش ولكن أنا لست أستبعد أن هذا اللاعب سوف يخرج من حسابات الناخب الوطني وهو الذي بقيت قريبا أربع سنوات تتوقع أن يخرج من الحسابات؟ لا نعم أظن فيكتور ركحل أظن أنه إذن تريد أن تقول بأنه فيه قضية؟ لا لا يوجد قضية فيه نافسة عودة من؟ عودة اللاعب بالناصر أين ستضعها؟ التألق شي تانيون قد يبعده نهاية ومن يضمن لك بالله فيكتور ركحل قد لا يؤدي مباريات مميزة قد رط لها أنا هذا ما أراه أنا فقط أعطي رائعي الحل سيحدث له ما محدث graduated في الأساس ممكن جدًا حل يمكن الإبراهيمين أن يكون له مكان من في المنتخف؟ ممكن جدًا صعر أن يكون إبراهيمي من جديد إبراهيمي اليوم يا حكيم ينسبرك عنا عندنا حكيم واحد عندنا واحد الشيء خاص بنا أين هو؟ أنا نحاور حكيم لازم حكيم يكون هو الأساسي ويكون فيلم. لا. نعم. هذه بالأحقياتة حكيم بش يكون. ممتاز. خليهم عندك شايبي. نعم. عندك بن رحمة. عندك بالأي أخو. وشو نحدي. نعم. كنتوا تقولوا عليها. رمبوا. كيف استجوار كنت تسميها. رمبوا. منبوذ. نحيونا براهيمي. كاي الناس يقولي. والله كاي شو براهيمي. مندخل الاسطاد. جميل. دعني أذهبوا بشرة. هناك. كمال مهوي. مساء الخير.